وخلال كلمتي أمام القمة أكد بوتين حرص روسيا على توريد الحبوب إلى إفريقيا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة متعاهدا برفع العرقيل أمام صادرات الحبوب والأسمد إلى قارة الصمراء كما أكد بوتين إلى بلاده أهمية قصوى لزيادة المحاصيل الزراعية لإفريقيا من خلال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إننا ندرك أهمية كبيرة لتزويد الدول الأفريقية بالمواد الغذائية وهذا الأمر في غاية الأهمية بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ولدعم الاستقرار السياسي لذلك سوف نولي أهمية كبيرة لتوريدات القمح والشعير وزورة وغيرها من المحاصيل الزراعية للبلدان الأفريقية كمساعدة إنسانية أو على مستوى البرنامج الغذائي للأمم المتحدة التجارة بالمنتجات الزراعية نمت بعشرة بالمئة في العام الماضي وبلغت ستة مليارات وسبعمية مليون دولار وفي الفترة بين يناير ويونيو من العام الجاري ازداد بستين بالمئة